نشرتنا متواصلة وفيها أيضاً اللواء الزبيدي يستقبل وفد أبناء المهر المشاركين في اللقاء التشاوري الجنوبي مناقشة سير العمل الإداري والخدمي في العاصمة عدن والبرامج والخطط المستقبلية لها وكيل العاصمة عدن يطلع على سير العمل في عدد من المشروعات بمديرية المعلى مدير تربية ساحل حضر موت يرحب بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني لخدمة القطاع التربوي والتعليمي